ازاي حضراتكم عاملين ايه كله تمام يا رب تكون كل حاجة تمام خلينا ندخل في امور انا اراها او كلنا انا راها الدولة اراها المواطن يراها والمواطن اللي مش شايف ده لازم نبلغه ونفاهمه ونشرح له الحدود المصرية كلها فيها بقر توتر انا عندي في ليبيا توتر انا عندي في السودان توتر انا عندي في فلسطين توتر وده امن قومي مصري لا يقبل باي حال من الاحوال ان الوضع يستمر بهذا الشكل عايزين نفهم ايه اللي بيحصل من تطورات للأوضاع في الداخل السوداني وايضا الدور اللي مصر بتلعبه بمنتهى النزاهة بل هي النزاهة المطلقة كمجرة العادة في حل هذه الازمة معانا عبر زوم الاستاذ معتز الفحل الامين السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي بالسودان اهلا وسهلا استاذ معتز اهلا وسهلا استاذ يوسف الحسيني ومرحبك وبالقايرة وبالقناعة المصرية ولك التحية والله لك مني كل التحية والمحبة ولكل الشعب السوداني يعني لان انا ليه اصدقاء كتير جدا في السودان عمبيك العظيم والمشاهدين عن التعريف سعادتك ونحن سعيدين يعني باهتمامك وانا شايف انك المداخلة الاولية بتاعتك حقيقة تناولت القضية من ناحية مختلفة تماما ان شاء الله ونقدر نسهم فيها بما يفيد البلاد والعباد الله يخليك استاذ معتز استاذ معتز يعني عايزين نفهم منك تطورات الاوضاع في الداخل السوداني والتطور يذهب الى اي منحنى هل هو المنحنى القطر ام منحنيات الحلول شكرا لك مرة ثانية استاذي انا بفتكر انه الوضع في السودان من ناحية الانسانية وماشي من سيء لأسوأ النزوح زادت نسبة لسبعة مليون حسب تقرير الامة المتحدة المشاكل الانسانية ترتبت عليها ثار بتاعت المجاعات والوبائيات الكوليرا بسبب الحرب والقتل والدمار اللي تم في السودان انتقال الدعم السريع ومليشياته من دارفور للخرطوم ومؤخرا الى الجزيرة ومدني تكرد تطور خطير وتوسيع لقاط الحرب في السودان وتمدد خطير جدا وينذر بانه فيه مؤامرة كبيرة جدا على السودان وعلى اهله وهذا الامر يتطلب يؤثر بالتأكيد على دول الجوار جميعها ويتطلب ادراك ووعي والتعامل معه بمستوى درجة الخطورة الحمراء نسميها في تقدير المحاولة لتفتيت الدولة السودانية ويلغاهبة الدولة ومحاولة اصهار ان هناك امر لقوة الصراع بتاع قوة سياسية حول السلطة ان افتكر فوق خطورة بما كان الدعم السريع هو انشئت من قبل النظام السابق لاستخدامه كانت تسمى جنجويد لقتل وتهجير اهلنا في دارفور وجبال النوب والنيل الازرق تطور طبيعي تاريخيا وانت سيد العارفين منذ بدايات الانغاز في التزعينات كمشروع على المشروعات الاسلامية التي كانت موجودة في المنطقة في ذلك الزمان وهي نتاج طبيعي للتفكير الاحادي والتطرفي والاخصائي والارهابي للإسلام السياسي بشكله الاخر ونتج عنه الدعم السريع ويدفع التعب السودان الان احتمن هذه الاخطاء كثيرا يتضرر اهلنا في جميع السودان من هذا الامر شمالا وجنوبا غربا وشرقا حالة التوتر هذه السياسة تقدر ما فضلت في مقدمتك تلقي بضلالها في الاول وفي الاساس على مطر الشغيغة وعلى دول جوار اخرى بأي حال من الاحوال السودان يعتبر الامن القومي جزء من الامن القومي المصري ونحن جزء من الامن القومي ومصر جزء من الامن القومي السوداني هذا الامر هو تبعاته لما نتكلم عن تعمل السريع امتداداته من دارفور وتشابق الحدود دارفور ليبيا السودان هذا امر يجب ان يوضع في الاعتبار النزوح واثر كذلك يلقي بزلاله على الوضع الاقتصادي والامني في مصر هذه الاشارات برضو لا تبعد كثيرا عن الصراع في المنطقة بشكل عام الصراع العربي الاسرائيلي والدور المحوري لتفتيت المنطقة العربية وخلق جو من البلبلة وعدم الاستقرار افتكر هذه قضايا لا تقود على فطمة وحكمة القيادة المصرية وقيادة المنطقة العربية مصر لا دور الرائد من بداية الازمة بادلت بمؤتمر دول الجوار ودعت كل الرواساء وكان مؤتمر كبير وكلكم تابعتوه كذلك سعي الحفيس لدعم السودان والوقوف مع تماسف الدولة السودانية وهيبة الدولة والمساعدة كذلك في الوضع الانساني بتبنيه برضو مؤتمر للشؤون الانسانية تواصلهم مع كل الجوار بعدم احداث اي تدقل خارجي في الازمة السودانية بحيث ان الامر في هذه الازمة السودانية ومفتكر هذا المحور يحتاج مزيد من التواصل والتعظيم من القيادة المصرية ونحن كنا مستبشرين انه نحن الان ندخل على شهرنا التاسع في هذه الحرب اللعينة اللي بضر منا اهلنا كنا نتمنى انها تكون في نهاياته ولكن ارادوا هؤلاء الابواش والدعم السرعية والمريشات انه يزداد حزن السودانيين والم وقهرهم بمزيد من التشريل لانه الهجوم على المدني وعلى الجزيرة نفتكر يعني مؤامرة ضد الشعب السوداني بشكل واضح وتدمير لوقية اهلهم واستاذ معتز واخلاقيات السودانية لا تقبل هذا الامر لانه مدني كانت الملاذ لكل السودانيين من الخرطوم ومن دارفور بعد حالات الحرب والدمار اللي انتشرت في دارفور وفي الخرطوم فكان النزوح لمدني وكان اللجو لمدني فهذا الامر الان شتت الجهود وشتت المجهود السوداني لوضع اسوأ واكثر في تقدير ايضا محتاج القوى السياسية السودانية ان تعمل على وحدة كلمتها بالذات المدنية منها وان تتفق ان يقاف الحرب يبدأ بالاعتراف بمؤسسات الدولة السودانية وبضرورة احترام السعودية السودانية وبضرورة احترام رغبة الشعب السوداني وبضرورة التعبير عن الشعب السوداني اننا شعب لا نرغب في وجود رهابيين ومن يعتدي على البيوت ويسكن مساكن البيوت وان حتى الحاجة لهذه الامور يجب ان تحسن بشكل واضح منبر جدة كان واحدة من المنابر المهمة كان الشرطه الاساسي خروج قوات الدعم السريع من الثكنات والمشافي وبيوت المواطنين ولكن بدل ان يفعلوا هذا الامر توغلوا في بيوت اخرى في السودان في شرق الجزيرة وفي مدني ويعقدوا المشهد اكثر وكذلك نذكر الجنينة والقتل في الجنينة وفي نيالة طب استاذ معتز هذا الكلام الشديد كل هذا الامر في تقديري يدفع الى المزيد من الاسئلة نقولك خلق اجماع عام ان السودانيين يرفضون هذه الحرب ويرغبون تماما في ان تقف هذه الحرب وان يقف نزيف الدم وان القوى السياسية تتوحد الآن بشكل كامل حول رفض هذه الحرب بالدعم السريع كقوة او مليشي الدعم السريع لا قبول لها وسط الشعب السوداني اي ان كان شكل التفاوض الذي يكون يجب ان يستمر في هذه الحقيقة انا مهم انا مهم انا مهم سودانا امنا مستقرا يسعنا جميعا لا فيه فرق بشكل اثني او عرقي او ديني او قبلي صحيح ننادي بهذا ننادي بجيش قومي وطني مهني موحد يستوعبنا جميعا لا وجود لا اي بندقية او سلاح معاك مية في المية وهناك ضرورة قصوى لا استقرار الاوضاع في السودان وده اولوية قصوى موجودة عند مصر وافترض ان تكون اولوية قصوى بالمناسبة للمجتمع الدولي واشكرك اولا استاذ معتز الفحل الامين السياسي للحزب الاتحادي وهنا بس في حاجتين اول حاجة على الكل ان يعلم جيدا ان السودان ليس دولة صغيرة ولا وضعها هاي في القرى الافريقية عدم استقرار السودان امنيا ووصوله الى هذا الحد ينزر بكارثة خد بالك كارثة مش بس في المنطقة بتاعة الحدود المصرية السودانية او دول الجوار السودانية انت بتتكلم على كارثة في منطقة وسط افريقيا وقد تمتد بالمناسبة لتلتحم مع الغرب الافريقي